تزوجت قبل عشر سنوات زوجي كان دوامة بمنطقة بعيدة عن أهلنا تبعد تقريباً سبع ساعات وللأمانة كنت متحمسة جداً إني أروح معاه لأني ببساطة متعقدة من أهلي للأسف وكارها بيت أهلي حست إنها جات من ربي إني أسافر وأبعد عنهم طبعاً زوجي قدم نقل وأثث لنا الشقة صغيرة جنب أهله وعلى أمل إذا صار شهر وجان نقل نكون فيها لكن ربي أراد إنه ما يجي نقل وقال خلاص أنا بسافر بروح لدوامي الحالي أأثث شقة ويرجع يأخذني معاه نزلني عند أهلي وسافر وبعد أسبوع رجع وقال اسمعي أنا غيرت راي ما بغى أخذك معايا أنا بسافر للحالي وبحطك عند أهلك وبعدها أرجع جلسنا على هذا الوضع تقريباً سنة كاملة وهو يسافر أسبوع ويجي يجلس أسبوعين إليه ما صار يطول بالمدة وأحياناً يجلس شهر مسافر لما شفت إنه الموضوع زاد عن حده أنهارت نفسيتي خلاص أبغى أكون عندها أحسني إنسانة متزوجة والهرجع مهنة تخيلوا إنه لما يجي كل يوم من يجي العصر يصحى يوديني الأهلاء أو الأهلي تخيلوا كل يوم وأمه تتصل عليه من الظهر تنسق معاه كل يوم موعد وتبدأ الأسئلة معاه إيش أكلت؟ إيش شربت؟ إيش سويت؟ تجلست الطمّن على الوضع وإذا ما دقت أمه تدق واحده من أخواته يعني ضروري يكون عندهم يعني حتى وأنا معاه يوديني الأهلي ما في وقت أطلب أسوق ما في وقت أطلبه تمشية ما في أي وقت أقدر أتفاهم فيه كان أهل تفكيرهم إنه خايفين أنه أخذ ولدهم منهم وأقلب مخة وتفكيرة وخلي خاتم بصبعي مرت الأيام وحملت وتعبت نفسيتي زيادة كان أول حملية وأنا عند أهلي وهو مسافر إلىين مرة من المرات وأنا حامل بشهري السادس كان جاي من السفر ومبسوطة على جيته إلا ثاني يوم أمه اتصلت عليها وقالت تعال أنا بغاك تسفر خواتك المدينة الفلانية والفلانية خذهم مع أخوك وحرمتك وأبغاك أنا تروح مع أخواتك ما بغاك تخليهم لحالهم فأخذني وراح نزلني عند أهلي قلت لأ بروح معاكم قال لا 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 السيارة ما تكفي كلنا في سيارة واحدة أنا وأخوي وزوجتها وأخواتي مسكتها في نفسي لين ما روحت عند أهلي وبكيت بوكا بالذات لما شفت زوجة أخوه تصوره تصور زوجي وجاسة ترسل صورة انقهرت وجلست أبكي ولا أبغى أكل ولا أبغى أشرب أضربت عن كل شي لين ما رجعوا وقتها جاتني ولادة مبكرة ولدت وتوفى الطفل نمشي بهذه المدة لما حملت مرة ثانية وولدت أول ولد لي الحمد لله أوحينا على نفس الحال يسافر زوجي يغيب شهر يرجع ما في أي شي جديد طنشت الموضوع وقلت في نفسي بمشي عليه نظام التطنيش إني مبسوطة مع أهلي وطلعات وناسة وأكذب عليه إن كل يوم عندي طلعة وزواج وعزيمة تصل عليه وقول لها بتكفى بروح المكان الفلاني عشان يعرفني أنا مبسوطة كان يرفض يقول لها ما تروحين بعد أن يوافق صار عمر ولدي سنة وأنا مطنشة نالس أنا هنا يئست جاهزة واجي وقال اسمي بروح أدور شقة هذه المرة وخلاص بأخذكم معايا ما عد أقدر أتحمل الطريق رايح جاي تيه نقول غيرها يجي بكرة وأنت مغير رايك قال لا 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 ماني مغير رايي يثابت إن شاء الله وفعلا بعدها بأيام سافر ورجع كان جايب لنا شناط وجهزنا حالنا وغراضنا وأخذنا معاه ومن هنا بدت المعاناة الثانية لما نوصلنا للمدينة اللي فيها دوامه قل لي اسمعي ترى الشقة اللي تحتنا حقت خوية وبغاك يعني تزورين زوجت وتتعرفين عليها طلع خوية هو اللي مقنع لنا يجيبنا عشان أتعرف على زوجتا وزوجتا تتعرف عليها وما تحس بالوحدة يعني لأن زوجت خوية كمان أهلها بعيدين عنها يعني لازم تسافر لهم طيران وفعلا زورتها وصارت تجيني وأجيها وصرنا صحبات نزاور بعض كل يوم وهو دائما مع خوية ما يمر يوم ما يشوفون بعض بعدها بشهر زوجت خوية سافرت وجلست أربع شهور ورجعت استغربت إنه كل هذه المدة جلست عند أهلها ولما انجلت وتقابلتنا وياها سألتها قالت عادي أنا أصن دائما كذا طفش وتاري بجلس أسبوع وبرجع لأهلي الغريب إن زوجها يجلس بالشقة عادي يعني هي تسافر هي وأطفالها ويشتاق لهم من كلامها ويجلس زوجها ينادي زوجي عندها أو يجي عند زوجي مرات وحيانا يتصل بزوجي بوقت متأخر يقول أبغى شيء آكله سووا لي أي حاجة عندكم طلع أي حاجة يعني نواشف كنت أحزن عليه والله وزوجت أبرود بكل سهولة تقول طفشت وبروح الأهلي أستانس المهم مرة الشهور والسنين وزوجت خوية من نفس وضعها تيجي تجلس عند زوجها شهر شهرين وبعدها تروح عند أهلها وتجلس عندهم تجلس عندهم يعني ستة شهور سبع شهور قلت لزوجي قلت يا أخي حرمت خوية كهذه والله زودتها الصدق مولها الدرجة ايش لا لها قلب تخلي زوجها وتسافر قال ما عليك منهم اشدخلنا فيهم قلت والله أناك صادق صدق اشدخلنا ما علينا وطنشت طبعا أنا أحملت ولدت مرتين وجاء الوقت اللي خلاص لازم أسجل ولدي في المدرسة كان وقتها أيام المرض وطبعا هي كمان بنتها بكبر ولدي اللي هي زوجة خوية اللي جاءني زوجي وقال اسمعين خوية قال لي إنه يبغاني أسافر أنا وياه المنطقة بعيدة وبنفتح فيها مشروع وبنجلس نشتغل على هذا المشروع ونخليكم أنتو يا حريمنا عند أهلكم ستة شهور وانتو تصبرون يعني ما عندكم مشكلة قلت خير أنا ما أصبر ستة شهور حرمة تصبر ستة شهور بكيفها أنا لا والله مستحيل قال أقول بتجلسين عند أهلك وغصبن عنك مو بكيفك وقتها بكيت وحاولت فيه لكن خلاص مخه مغسول ما في أمل وتجي المعاناة الكبيرة نزلني عند أهلي وفعلا خلاني ستة شهور عندهم ولا يوم جاء قبل ستة شهور مرة ستة شهور هذي بخير وسلام بمصروف يمشي الحال ما كان يهمني المصروف كثر ما إني كنت من قهرة ومن غثة على خوية وزوجة خوية اللي حسبني نفس زوجته وسحب زوجي معاه بعدها بكم شهر قالي يلا نفس السنة اللي راحت برضو ستة شهور وقتها مدارس وحط ولدي بمدرسة عند بيت أهلي عشان خوية وحط بنته في مدرسة عند أهل زوجته وبنفس اليوم اللي وده في زوجته لأهلها وداني أنا لأهلي وقتها ما عد قدرت أتحمل دخلت بحالة اكتئاب تهوشت معاه صرت كل يوم أتصل وأصارخ عليه كان يقول إلا جملة واحدة إذا ما تبغين تصبرين المحكمة قريبة وروحي لها وأي واحد من أخوانك يتدخل بقول لها خل أختك على قلبك وورقتها بالجهة يعني تخيلوا الفين وصل لما شفتنا ما في أمل راسلت حرمة خوية قلت لها أنا تعبانة نفسيا وأهلي كلهم عصبين وأخواني متضايقين من وضعي كذا قالت لي أنا ما بيدي شيء اتصلت بأم زاجي وقلت لها تدخل قالت لي تري كلنا تكلمنا معاه ومو راضي يقول أنا وزوجتي من تفقيل وقال ترى بسافر الخوية أتصل وقال لازم ترجع في شغل هنا انقهرت وروحت أرسلت لزوجة خوية قلت زوجي جاء واني يأخذنا بس مدري من لي فر مخة تخيلوا اش قالت قالت الله يعين وراحت قالت لزوجها أنا ما دريت طبعا في البداية بس بقول لكم كيف اكتشفت طبعا زوجي رجع سافر وشهر كامل في الشهر هذا أرسله ما يرد تصل فيه يرد مع الصب واضح أنه فيه شيء مطبيعي وغاب شهرين زيادة فوق الشهر وبعدها جاء واخدني ما أقول لكم كيف كان وضعي عند أهلي أخواني ما كان عندهم مشكلة في الحياة غيري كل ما جاء عند أمي وضعي مو عاجبهم كل من جاء يزورنا من أخواني يجلسي زن فوقراسي ويظنون بزوجي الظنون وأمي ما عندها غير تدعي عليها وعلى زوجي لأن أخواني إيش كانوا حاطين فكرة أنه زوجي إيش أنه زوجي يحطني عند أمي لأنه متكل عليها أنها تصرف عليها أنا وعيالي عشان هم يوفر الإيجار والكهرب وصلت لدرجة أني حتى لما أبغش من الصيدلية أو السوفر ماركت أخذ عيالي وأروح رجلية أروح مسافة مشي عشان ما أطلب أحد ولا أحد يقول فهن زوجك نظامي كان نوم في النهار والصياح وبوكة واكتئاب في الليل عيالي من قل الإهتمام جاء فيهم القمل وجاني أنا بعد صرت إنسانة كئيبة ما أحب أقابل أحد لما أتروش شعري ما أمشطه إليما شعري صار عقدة عقدة كبيرة ما تنفك أمي كانت تدعي عليها في الليل وفي النهار واخوية يقول له وإني منك يا أمي أطردها واخوية الثاني بعد يفتعل المشاكل تفه شيء الدرجة إني لما أرد عليه وأطول لساني يمسكني ويضربني ضرب قدام عيالي قدام أمي وأمي إيش تقول له إيوه حيلك كفو طيب خاطري ما دري باعتقد أمي وأخواني أني أنا اللي قلت حق زوجي خلني عند أهلي أنام على كيفي وصح على كيفي وإني عديمة مسؤولية وأنا العكس أنا كل يوم أترجى يجي يأخذني كل يوم رسائل ومكلمات وإزعاج ولا في أي فايدة إحيالي من كثر الأفلام اللي يشوفونها قدامهم من أخواني وأمي صارت فيهم مثل العقد كل كم يوم فيلم كل كم يوم واحد من أخواني يجي يهجم عليها وصفقني تصفيق أمي تهرشهم عليها إني أنا أقل أدبي معاها والله يسامحني أنا فعلا كنت أقل أدبي بالكلام ما كنت أتحمل من أمي كانت تجيني تصارخ يجب أن نأخذ عيالها ونوديهم الأمزاجها ونربطها بغرفتها في مرة من المرات كانت نفسيتي مضروبة مضروبة كنت قبلها بيوم ما أخذ أبرة التطعيم جاني أخوي الغرفة وقال قومي خذ عيالك وحشريهم عندك بالغرفة قلت الحين أقوم قال أقول قومي يلا قل طيب يلا بعد شوي وجاء وسحبني من شعري وجرني على الأرض من شعري وقال لمن أقول لك تقومين تقومين بسرعة قلت لا خليني أنا تعبانة تعبانة فكني وأبد يشد شعري وأنفض يدي وأروح ركض وجهت على زاشتا وكنت أقول لها أن ذا المجنون المصاحي يلحقني وقام مسكني قدام زاشتا وضربني وعيالي كانوا يشوفون ويصارخون ويجي واحد من أخواني ويفقني من شرة قام أخوي هذا قال لمن سمح لك تمد يدك عليها هذه إنسانة أنت تسوي فيها كذا له وامي واقفة تقول تستاهل من طولة لسانها خلوها يمكن نرتاح منها تخيلوا طيب خلونا نرجع للزوج المصون اللي ما يدري عن هذه الأحداث قبل ما يجي زوجي بيوم قال بحول لك مبلغ روحي الصالون قل طيب حولي حق بروتين عشان شعري وفعلا روحت للمشغل وسويت شعري وخلصت وأرجع للبيت وكل أهلي متجمعي لما نشافوا شعري أستلموني طقطقة إنه تتزينين على الفاضي وما يشوفك شيء ولو يبغاك ما خلاك كل هذه المدة كلام ما لأول من تالي والحمد لله سافرنا بعدها قام يحلف لي إنه خلاص هذه والله إنها آخر سنة شغلية وإنه خلاص هو أصلا طفش يعني ستة شهور من السنة الأولى وستة شهور من السنة الثانية كمان يبغي يخليني ستة شهور ثالثة هنا زودها تا اعترفت وبكيت وأنهرت عنده وقال نفس الجملة إن ما رضيتي روحي المحكمة حسبي الله بس بدأ منها آخر سنة ليا زودلي المصروف وتوكل على الله ورجعت حليمة لعدتها القديمة رجعت للمعاناة ورجعت لضغوطات أمي وأخواني وزادوا بزيادة هذه المرة ورجعتنا لحالة النفسية لكن هذه المرة قويت علاقتي بربي قلت ما لي غير إني أدعي وألزم سورة البقرة وأستمر عليهم لكن مشاكل أهلي كل يوم عن يوم تزيد حتى لما أقرأ سورة البقرة بالعكس تصير مشكلة كبيرة كان الشياطين يسلطون أخوي عليها وكذا مرة يتهجم عليها وأنا بغرفتي أقرأ قرآن كان يقول لي أتركي القرآن وكلميني أنا أكلمك ويصارخ وعيالي من جاه يصارخون ويبكون خايفين منها مرت الستة الشهور هذه بخيرة أو شرة بعدها أتصل فيني زوجي قال مدريتي قلت إيش قال مددنا الشغل كمان يعني كان شغلهم بموسم الشتاء ولما نقرب يخلص الشتاء قال مددنا كمان موسم الصيف يعني أصير أجيك كل شهر أربعية يوراسي قلت إيش بصراخ قال أنا أمزح أمزح باي 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 أكلمك بعدين ورحت رسلت الله قلت تكلم معايا زين أكيد ما قلت هذا الكلام إلا فعلا أنك صادق وطلع فعلا صادق وخوية كمان مزكن عليه طبعا على أساس أنه خلاص وأهلي خلاص على أساس أنه في الشهر الفلاني حيجي أخذني وهليش قالوا قالوا بنسكتي لين الشهر هذا ونشوف نهايتها جاني نهيار عصبي كيف يش أقول لأهلي كيف بصبر بعد يعني فوق الستة الشهور اللي تحملتها هذه كمان يبغي يخليني لين ما أكمل سنة عند أهلي ما عرفتش يسوي يروح دقيت على أمه قلت لها تاري أخواني معصبين ويبغان يحطون عيالي عندك قلت شنسوي أخوانا كلموه وتهاوش محهم نفس الحال أجلس أدعي على أخوية ليل ونهار وبعدها نفس كلامه يجي أربع أيام في الشهر إليه ما قاموا أخواني يعصبون يقولون خير شلي يجي شهري أربع أيام يروح سلامت إليه ما جاء ثالث شهر ثالث جاية إلا وجاهزت له خطة مرتبة طبعا بجيات الأخيرة كنت أمسك جواله وأروح لدردشة خوية وأشوف إشي سولفون فيه وإشي تكلمون وكان من ضمن الكلام زوجي يشكيل مني أني أنا أزعجة وما هو عاجبني الوضع كان خوية إشي يقول له يقول ما عليك منها لأترد عليها زوجتك خبلة وقفل جوالك عنها تخيلوا إليه ما جاء هذه المرة الثالثة واستنتها إليه نام ومسكت جواله إلا تخيله وش قريت خوية معصب زوجي كاتب الخوية بسافر أنا أربع أيام يشاور خوية إنه بيجي عندي يقول لأخوية يا مريض روح بس يوم وارجع ارمها على أهلها خلك مثلي زوجي يقول لا على ما ينفع وينفخ ذلك عليه يقول لأ سول لي أقول لك عليه أم عصب إنه زوجي أصر إنه يجلس أربع أيام كاملة وقتها قلت الأخوية اسمع اتفقت مع أخوي أنا قلت أرسل لي رسالة إنكم سافرتوا وبيت أمي مقفل وفعلا أرسل لي أخوية في الليل إنه تاري سافرنا والبيت مقفل في بيت أحد من أخوانك قلت خير والله ما أجلس عند الحريم بيع ذهبي وخذني معاك لف راسة ومسك جوالة وتوتر وجلسي راسل راسل خوية قام مما كان وشبك جوالة على الشاحن وراح للغرفة الثانية ونات لما تأكدتوا ننام فتحت جوالة عشان أتأكد إيش قرر إلا شفت المصيبة محادثة خوية إيش كاتب فيها زوجي؟ كاتب فيها إن أخوي راسلني وإنهم سافروا إن أهلي أنا سافروا جوالك عنها ولا ترد أبد قال كيف أسوي يعني هي يلحم معي زوجتي ش أسوي؟ قال طلق تخيلوا يقولها طلق قال زوجي استغفر الله قال خوية أقطع يدي إذا ما كان تخطيطها بس أنت نطم وسوي اللي بقولك عليه خذها لأهلك وإرمها عليهم هي وعيالك وأعطيها طلقة وحدة بس وإخوانها بعدين بيجون ويأخذونها وإنتركب سيارتك وسافر وقفل جوالاتك شهر لا ترد على أي أحد قال زوجي بس أمي مطيق حريم عيالها يصرون عندها قال لأسحب على أمك اسمع كلامي سوي اللي أقولك عليه وقبل لطلق قل لها رزق يجيب لي حرمة جديدة بس أنت ما تجي بيلي رزق أنت طالق قال زوجي يعني أطلقها قال لي وعطها طلقة تمسك أرضها صدقني أقطع يدي إذا ما كانت خطيطها بس ما عليك أنت سوي اللي أقولك عليه بعدين أقولك ش تسوي يا تنحل يا تنبتر واسمع يا تسوي اللي أقولك عليه يلا تشاورني قل لها أنت طالق وسافر ولا ترد على أحد لا من أهلك ولا من أهلك